السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكن خلال الفترة اللي فاتت قصة انسحاب الزمالك اعادت بالذاكرة قصص انسحابات الاهل في الدورة العام ما قبل اوصول الاحتراف زي ما احنا بنقول وبدأت الناس تتكلم عن دوري 88 ليه ناس بتتكلم عن دوري 88 لان ده الدوري اللي شهد اقالة او حل مجلس قدر اتحاد الكورة من وجهة نظرهم لانقاذ مجلس قدر Buch طبعا الكمدر ما حصلش المرة الوحيدة اللي حصل اقالة او حل مجلس قدر اتحاد الكورة لانقاذ مجلس قدر نادي كان المرة اللي تم حل فيها مجلس قدر ترجم مجلس قدر اتحاد الكورة علشان ينقذوا مجلس قدر اتحاد الكورة من الحل كان على ايد الدكتور عبد منع معمود كلام ده تقريبا كان ستة و inquisil لما جا حصل انسحاب الزمالك هم محلوا مجلس الدارة التحاضي كله عشان ينقذوا مجلس الدارة الزماج مش العكس لكن سنة 88 الموقف كان مختلف وبعيد كل البعد عن الموقف اللي حصل سنة 96 او حتى سنة 98 اللي حصل سنة 88 ببساطة ان احنا كنا في رمضان في الوقت ده بالمناسبة وكانت مبارا ما بين النادي النادي ونادي غزل محالة يوم 11 مايو 88 وكان النادي الاه في الوقت ده متصدر الدوري وكان قبق قوسينا وقدم من انه الفوز بالدورة انت هتتفاجئ معي انه احنا وصلنا الاخر مبارا واعنا محتاجين نقطة واحدة ونكسب الدوري ولكن بسبب احداث غريبة جدا النادي قالي فقد هذا الدوري في هذا الموس طيب يوم 11 مايو 88 نادي المحالة تقدم بهدف سجله ناصر التنيس لعب نادي المحالة الاشهر عادي جد النادي قالي حاول انه يتعادل او حاول انه يعود في نتيجة المباراة كان في نهاية المباراة في اخر دقائق المباراة حكم ابراهيم النادي بيحسب ضرب الجزاء لصلاح حسام حسن مهاجم النادي قالي في هذا الوقت المهم حصل انه المساعد بص لبراهيم النادي براهيم النادي بص له الكرة التسلل يا كابتن قالي لأ رجع الحكم اكد على ضربة الجزاء الحكا القصة دي مثلا ناصر التنيس اللي انا اقوله ده انه ناصر التنيس قال انه الحكم كان رفع راية التسلل والنزل قولي انا نزلها فلما رجوا جيروا على الحكم المساعد على اساس النوم فقالا رفع راية التسلل وبعدين نزلها رح لبراهيم النادي اول مرة الكرة التسلل يا كابتن لأ فبسأل اللي المال فتقريبا هو متفق معابل اشارة فبسأله من بعيد فقاله مكيش حاجة مش تسلل مش تسلل تمام ضرب الجزاء لحسام حسن ضرب الجزاء طيب خلاص المفروض القرار النافذ والحكم مقدرش غير قراره وضربة الجزاء تتلعب ونادي الاهلي ان شاء الله لو سجلها يتعادل فلحصل انه الكابتن الديبة اللي هو الديبة كان في ساعته هو مرائب المباراة نزل لأرض الملعب وبدأ يتكلم مع المساعد ويتكلم مع الحكم مو من انهم اخدوا قرار توافقي انه الكرة تسلل وانه ضربة الجزاء هنغير تخيل بعد ما الحكم خد قرار ورجع للمساعد بينزل الملائب الملائب اللي احنا ممكن اصلا يعني في الوقت الحالة ما بنشوفوهش اصلا بينزل الملائب عشان يتدخل في القرار مع المساعد ومع الحكم ويرجعوا في القرار اللي خدوه على خلاف كل قواعد كرة القدم وكل قواعد تحكيم كرة القدم ويرجعوا في مبرمة صرية زي دي عن ضربة الجزاء وترجع تتحسب تاني تسلل طبعا الماتش باز في الماتش باز وكابتن صالح السليم بقى مستغرب ازاي ضربة جزاء تتحسب ومرائب وحام رايا يريغوها قالك بس احنا من الشعبين غيرا ما نشوف تفسير اللي حصل ده ازاي حصل وهدت بالاستقالة وانسحب صالح السليم بالنادي او انسحب الفريق بقى وامر من كابتن صالح السليم من الملعب وخرج النادي القليل من هذه المباراة تمام المجلس الاعلى للرياضة في الوقت ده كان رئيسه السيد عبدالاحد جمال الدين عبدالاحد جمال الدين كان رجل شخصية قوية وكان رجل بيتمتع بقبول كبير جدا عند جموع المسؤولين اللي موجودين في الوقت ده قابل كابتن صالح السليم طلب منه انه يهدي الدنيا عشان يشوف سبب الفضيحة وبعدين يطلع قرار طيب في الوقت ده كان مين رئيس نادي مين رئيس تحض الكورة كان السيد حسن عبدون لو حد فكر فيه موزيعة كان اسمها حياة عبدون كانت دايما تطلع تتكلم كده احباء زهرات وظهور الاسرة فاكرين كانت دي كلمتها المميزة دي كانت بنت حسن عبدون حسن عبدون ده بقى كان رئيس تحض الكورة في الوقت ده لقى انه رئيس المجلس الاعلى للرياضة بيتكلم مع رئيس نادي القليل يقالك فيها يخفيها ازاي ازاي يحصل كده ففي عز ما كان الأساس عبدالاحد جمال الدين يحاول يلاقي حال مع الكابتن صالح رح عمل ايه رح اعلم مباراة الأهل والترسانة للمباراة اللي بعدها يوم 16 مايو فالنادي الأهل استغرب جدا احنا لسه ما لقناش حال للمباراة اللي تلعبت وحصلت فيها المصيبة والفضيحة اللي حصلت وانت جاي تحضر مباراة الترسانة 16 مايو من غير اصلا انت ما تحقق في الكرسة اللي حصلت عندك في المصيبة اللي حصلت عندك طيب رح عمل ايه كابتن صالح رح قرر انه ما يروحش مباراة الترسانة يوم 16 خمسة وفهم في الوقت ده انه بدأ يظهر صراع من نوع جديد ما بين حسن عبدالله رئيس الاتحاد البصري كورة القدم وما بين السيد عبدالأحد جمال الدين رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة في هذا الوقت عبدالأحد جمال الدين لانه كان شخصيته قوية وما كانش ينفع ان حد يعمل مع حاجة زي كده ويعديها رحها للمجلس حسن عبدالون لانه بالبلد كده ساعد على تأجيج الازمة من جديد وفي نفس الوقت حس انه ده تعدي عليه هو شخصيا لان انا بقول ان احنا هنقعد نشوف حال مش المفروض انك انت تعمل حاجة زي كده السيد عبدالأحد جمال الدين رح بعد كده عين العميد ابراهيم الجواني عينه رئيسا للتحادة كورة القدم بشكل مؤقت ولكن اللي حصل انه النادي القالي بعد الموقف ده للأسف الشديد مباراة الترسانة حسبت الصالح الترسانة طبعا لانه الترسانة ما كانش مسؤولة عن الازمة وفي نفس الوقت المباراة المحالة حسبت واحد سفر زي ما خرجت النتيجة ولكن الطامة الكبرى جت انه النادي القالي في اخر مباراة ضد الزمالي وكان محتاج التعادل عشان ياخد الدولي حصل انه المدير الفني منتخب مصر في الازمة التوقيت الكابتال محمود الجهري كان رايح يلعب دورة ودية فاومان طيب هنعمل ايه هناخد العيبة الدولية تخيل ان احنا هناخد العيبة الدولية من الاهلي في مباراة حسم المسابقة بالشكل ده واحدة يقول لي ايه هيقول لي الله طيب معه الزمالك كان هيلعب يعني برضو العيبة الزمالك الدوليين هتتاخد هو حصل انه في عدد من العيبة الزمالك ادعوا الاصابة وبعدين وما راحتش المنتخب ولعبوا مباراة الاهلي عادي جدا بقى بالطريقة دي الاهلي بيقابل الزمالك بقوام ناقص او قوام منقوص بينما نادي الزمالك قابل النادي الاهلي بقوام تقريبا شبه كامل فكانت النتيجة ان النادي الاهلي خسر هذه المباراة اتنين واحد مشكلة مش في كده المشكلة في ان المباراة دي او مباراة الدولي الاول كان فيها ضرب الجزاء واضحة جدا ان الكابتن قصام عرابي على حساب حارس الزمالك المباراة برضو خلصت واحد واحد برضو نتيجة كانت كافيرة بحسم النادي الاهلي بطورة الدولي حتى قبل مباراة للزمالك اللي احنا بنقولها والغريب اكتر انه اعلام الزمالك المدلس طلعت كلم بعد كده على ان حال مجلس ادارة الاتحاد كان بسبب انقاذ مجلس ادارة صالح سليم الواقع ما كانش كده بل انه الكابتن صالح سليم اساسا كان في سنة 88 دي كانت ناية مدته يعني كابتن صالح سليم كان قدامه عقد بضعة شهور ويخرج من مجلس ادارة النادي الاهلي خالص لانه كان دي اخر سنة دي في المدة التانية في هذا التوقيت فالنادي الاهلي ما كانش محتاج ان حد انقذه مجلس ادارته موقف كله كان ما بين السيد عبدالله احد جمال الدين والسيد حسن عبدون عليهما رحمة الله والاهلي ما كانش هي لقبية ما تيجي تقارن الموقف ده بالمواقف اللي عملها الزمالك بعد كده الزمالك مش موجود الاهلي ما عملش المشكلة عشان هيهرب من الزمالك حتى في الظل لعدم لعب الاهلي بالدوليين برضو ما عملش مشكلة عشان هيهرب من لقاء الزمالك والاهم ان الموقف مبني على اساس سريح صريح ناصر التليس نفسه قال ان الكرة تسلل الكرة موجودة وممكن انا زلالكم في الفيديو في اخر الفيديو تشوفها هتلاقي ان الكرة ممكن يكون تسلل ممكن تكون ما تكونش مش واضحة مش واضحة في التلفزيون خالص ولكن بغض النظر عن سواء الناصر التليس على حقه او مش على حقه ففي النهاية الموقف نفسه كان يستدعي التدخل من الكابتن صالح وكان يستدعي التدخل من مجلس ادارة النادي الاهلي يعني انه ما ينفعش الحكم بعد ما يحسب قرار يرجع فيه تاني خصوصا وانه سائل المساعد خصوصا وانه تدخل المراقب في حد ذاته هو تدخل غريب وغير منطقي وربما يكون تدخل بمقصين مشبوء اهدي قصة انسحابنا دي اهلي سنة 88 باقتصار للاعيز اعرف اللي حصل وهو ده تاريخ الاهلي اللي احنا ماش بنغجل منه ولا على رأسنا بطحة بسبب بس كده السلام عليكم اهواني بلد الرجل وطويلة امانية بصعب الرئيس وعلى طول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة